المجلس الأعلى لبسط الأمن والأمان في ربوع البلاد جاء ذلك في مستهل الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس بالرئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حيث رحب المجلس باستضافة مملكة البحرين لعمال الندوة السابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة التي نظمها صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع بيت الزكاة بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي كما استعرض المجلس مذكرة من الأمانة العامة بشأن مشاركة معالي الرئيس في عمل الاجتماع السنوي الخامس لمجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي التي انعقدت في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان الروسية كما اطلع على مذكرة من الأمانة العامة بشأن نتائج زيارة شيخ الإسلام سمحت المفتي العام لروسيا رئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمين روسيا إلى مملكة البحرين إذ تثمن أو يثمن المجلس الدور الذي يقوم به سماحة المفتي العام لروسيا في خدمة الإسلام والمسلمين واستعرض المجلس مذكرة من لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بشأن آخر ما وصلت إليه مشروعات عمار الجوامع ضمن الخطة السنوية للمجلس مبينة أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس على خدمة بيوت الله ورعاية عمارها ترجمة نانسي قنقر